معنا خبر حلو وفكرة هنا سدافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 يعني بطولة كبيرة وبطولة محترمة جدا وكننا بنكلم أن مصر عندها حلم أنها تبدأ تخش أكتر في البطولات العالمية اللي عليها تركيز كبير وقلنا إن شاء الله يبقى فيه كمان أمبياد 2036 كل دي كانت طموح وكانت فكرة في الأول الحمد لله ماشيين في طريق سليم خلينا نبدأ بالبطولة الأفريقية على أرضنا وإيه المكاسب كبان يعني هتكلم عن تفاصيل البطولة طبعا بس إيه المكاسب وراء كبان هذه البطولة لو إن شاء الله وأعتقد حتم بشكل ناجح جدا وخلاص مبارح مساء تم يعني رسميا أعلان إصدافة مصر لدورة ألعاب أفريقية 2027 بعد غياب 36 سنة كلنا وإحنا صغارين حتى يعني كان الأغنية بتاعت عمر دي كان يعني عالقة في أزهان كل الناس اللي هي بالحب الجمعنا صح فكان كل ناس كل ناس أصلاً كان بالنسبة لها ذكرى دورة ألعاب أفريقية متعلقة بالمشهد ده فإنه مصر تقدر أنها تنجح تستضيف دورة ألعاب أفريقية بعد غياب الفترة الطويلة دي كلها عن الساحة المصرية خصوياً أن مصر من الدول الكبيرة على مستوى أفريقيا يعني أنت في خلال الـ 36 سنة دول في قدرة دول كتير أنها تنظموا لدورة مرة واثنين وإحنا بنا غيابين ليه عن تنظيمها لمدة 36 سنة دول بعض الأشياء أنت كده كده كنت مش مهتم شوية بأنك تنظم حدث أفريقي بالنسبة لك شايف أنه الأحداث العالمية اللي أقدر أن أنا ننظمها كوس عالم سواء بقى في ألعاب مختلفة أو أن أنا ركز في أن أنا جيب دورة أعاب أو كأس الأمة الأفريقية لكرة القدم إحنا ننظمنا خلال السنوات اللي فاتت بطولة كتير جداً 2019 تم إسند التنظيم لمصر قبل البطولة بستة شهور مع ذلك كانت الدولة المصرية حضرة بقوة أنها تقدر أن تنظم البطولة بشكل أبهر كل الإخوة الأفرقى